بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشراف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا التمرين حول الجذور الخاص بالسنة الرابعة متوسط إذن ننطلق على بركة الله في حل التمرين قال A و B و C أعداد حقيقية حيث أعطيت لنا قيمة A و أعطيت لنا قيمة B و أعطيت لنا قيمة C السؤال الأول قال أكتب على أبسط شكل ممكن لماذا لأ و B إذن كتابة لاحظوا كتابة A و B على أبسط شكل على أبسط شكل متابع جيدا أولا عندنا عبارة الأ أين أبنائي لاحظوا ها هي عبارة الآب الآن لكتابتها على أبسط شيء ماذا عندنا عندنا أولا لو نركز إلى جذر الثمانية عشر هذا الجذر الثمانية عشر يمكن كتابته بشيء آخر تابعوا نستساوي ماذا لو نركز الثمانية عشر هو في الأصل ماذا هو التسعة في اثنان لكن هذه التسعة هو جذر تام يعني يمكن استخراجه إلى هنا ماذا يصبح أبنائي يصبح يساوي ثلاثة في جذر اثنان هذا فيما يخص الثمانية عشر يقول أحدكم لماذا يا أستاذ يا أبنائي لأن التسعة هي الثلاثة في ثلاثة وهنا في اثنان تحت الجذر فيخرج هذا واحد منهم يعني يخرج بالثلاثة فقط هذا فيما يخص ماذا فيما يخص الثمانية عشر الآن نأتي إلى العشرون ركزوا هنا ها هي العشرون العشرون تساوي ماذا ما هو العدد الذي مربعه يظهر عدد تام إذن هو أربعة في خمسة يساوي الأربعة لاحظوا ما هو في الأصل ما هو الأربعة أكيد هو الاثنان إذن تصبح لنا بكل بساطة هي اثنان جذر ماذا جذر خمسة الآن ما علينا أبنائي إلا تعويذ كل عدد بما يساوي معنى نأتي بهذه القيمة ونضح هنا ونأتي كذلك بهذه العبارة ونضح هنا ماذا ينتج أبنائي ينتج أن آ يصبح يساوي ثلاثة جذر اثنان ناقص اثنان جذر خمسة فقط إذن سوف نكتب هنا قيمة الآ إذن آ يساوي ماذا يساوينا ثلاثة جذر اثنان ناقص اثنان جذر ماذا جذر خمسة الآن بعد ما اكملنا مع الآ سوف نأتي أبنائي لنقوم بالعمل مع بي نتابع إذن عندنا البي سوف نقوم بجلب عبارته ها هو البي أركزوا أبنائي ها هو البي هنا لو نأتي إلى البي نلاحظ أن الثمانية وتسعون أولا نقوم بتحليلها ثمانية وتسعون نقوم هكذا بوضع خط هكذا أول عدد نقسم عليه أبنائي نقوم يعني هنا بتحليل هذا العدد أول عدد تعرفون أن نقسم على الأعداد الأولي اللي هي الاثنان ثم الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة والإحدى عشر والثلاثة عشر إلى آخره أولا نقسم على اثنان لو نقسم على اثنان ثمانية وتسعون تقسيم اثنان سوف تعطي لنا التسعة وأربعون بما أن ظهر التسعة وأربعون فهذا جذر تام يعني مباشرة جذر تام إذن ماذا تصبح؟ لو نقسم على الثلاثة لا يقبل لو نقسم على الخمسة لا يقبل لو نقسم هنا أبنائي على السبعة لأنه قد قسمت يعني جربت مع الثلاثة ومع الخمسة الآن نجرب مع السبعة سوف يعطي لنا سبعة سبعة تقسيم سوف يعطي لنا واحد إذن ثمانية وتسعون بماذا يمكن أن نعوضها؟ يمكن أن نقول أن ثمانية وتسعون تساوي ماذا؟ تساوي لنا اثنان في سبعة مربحة الآن ما علينا أبنائي إلا الإتيان بقيمة الثمانية وتسعون ونوعه تصبح به يساوي ماذا؟ نظر هكذا ثم نقول إثنان في سبعة مربحة هكذا أبنائي ناقص جذر خمسة لا يمكن أن نقوم بتحليله ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج أن بيساوي هذه السبعة مربحة يمكن للخروج من الجذر تصبح سبعة في ماذا؟ لأن مربح يخرج سبعة مربحة يخرج بماذا؟ بسبعة لا يخرج بسبعة مربحة جذر اثنان ناقص ماذا؟ ناقص خمسة إذا نكتب هنا بيساوي ماذا؟ سبعة جذر ماذا؟ جذر اثنان ناقص هنا عفوا جذر خمسة جذر خمسة بكل بساطة الآن بعد ما استخرجنا قيمة الآ والبي نأتي إلى السؤال الذي جاء بعدها أبنائي نتابع نقطة بنقطة كي نتعلم مشكلة هذا الجذر قال احسب الجداء إذن نقول هنا حساب الجداء أفي بي هنا أبنائي لحساب هذا الجداء أفي بي يعني فيه طلبة كثيرين يعني يستعملون ماذا؟ يستعملون هذه العبارة الأولى نقول لهم يا أبنائي لماذا طرح السؤال بساطة؟ إذن هنا ما علينا إلا استعمال العبارتان المبسطتان وهي هاتين العبارتان لاحظوا سوف نستغل هذه العبارة لحساب إذن نقول أفي بي يساوي ماذا يساوي أبنائي؟ يساوي لنا عبارة الأه هذه التي توصلنا إليها هذه ركزوا هذه ونجعل هنا أوس هكذا في العبارة التي توصلنا إليها كذلك من بي التي هي ها هي أمامكم ونستعمل ولا ننسى الأقواس هكذا حتى تكون الأمور منظمة ثم نكمل الآن عملية ماذا؟ عملية النشر يصبح A في B يساوي ركزوا هنا أبنائي حتى تتعلموا هذه الأشياء أول نضرب هذا في هذا ماذا تقول القاعدة؟ تقول العدد الذي خارج الجذر فيه العدد الذي خارج الجذر والعدد الذي في الجذر داخل الجذر يضرب في العدد الذي داخل الجذر يعني هنا في ماذا تصبح؟ تصبح ثلاثة في سبعة ثلاثة في سبعة التي هي كم؟ واحد وعشرون في ماذا؟ في جذر لاحظوا إثناني جذر إثناني لاحظوا في ماذا؟ في إثناني إثناني في إثناني تعلمون أن أبنائي أن الجذر إثنان في إثنان إذا لاحظوا الجذر إثنان في جذر إثنان يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا الجذر أربعة ويساوي لنا ماذا؟ إثنان إذن يمكن ماذا حذف تلك الجذر كليا ونكتب هنا إثناني ثم عندنا العملية الأخرى ما هي أبناء ركزوا عندنا تتم العملية كذلك لهي كذلك هذا العدد أبنائي يضربه في الثاني يصبح ماذا يصبح ناقص ثلاثة في واحد لهي ناقص ثلاثة وجذر اثنان في جذر خمسة يصبح ماذا كذلك جذر ماذا عشر ثم عندنا هذا العدد في هذا العدد أبنائي الجذر في الجذر والذي خارج الجذر في خارج الجذر تصبح ناقص إثنان في سبعة إثنان في سبعة اللي هي أربعة عشر والآن جذر خمسة في جذر إثنان تصبح لنا جذر عشرة هكذا أبني جذر عشرة ثم نأتي إلى العملية الأخيرة اللي هي ماذا جذر لاحظوا نركزوا جذر ناقص إثنان جذر خمسة مضروبة في ناقص جذر خمسة الناقص في الناقص يعطي لنا الزائد وماذا إثنان جذر خمسة في جذر خمسة تعطي لنا خمسة لأن الجذر سيذهب كليا يصبح ماذا 21 في إثنان تصبحنا واحد إثنان وأربعون وعندنا لاحظوا هنا أبنائي عندنا ناقص جذر ثلاثة ناقص ثلاثة في جذر عشرة مع ناقص أربعة عشر في جذر عشرة هنا بما أن عندنا نفس الجذر يعني الجذر هنا الجذر عشرة وهنا الجذر ماذا الجذر عشرة فالأمر يكون بسيط ما علينا إلا استخراج الجذر كعامل مشترك ونكتب هكذا ناقص ماذا أبنائي ناقص ثلاثة ناقص أربعة عشر هكذا هنا يمكن وضع الزائد لأننا أخذنا الناقص داخل في جذر عشرة زائد ماذا زائد عندنا هذه القيمة اللي هي عشرة نكمل تصبح أ في بي يساوي اثنان واربعون زائد عشرة تساوي لنا اثنان وخمسون وعندنا ناقص ثلاثة مع الناقص أربعة عشر ناقص سبعة عشر في جذر عشرة بهذه البساطة المطلقة أبنائي قد استخرجنا A في B الآن بعد ما اكملنا مع A في B نأتي إلى أحسب المجموع المجموع الذي سمي S هنا كذلك لحساب المجموع إذن نكتب هنا حساب المجموع لهو S يساوي A زائد B ناقص C ماذا هنا نستغل أبنائي نستغل الأشياء التي توصلنا إليه إذن S يساوي الآ ما هي قيمته الآ ها هي أبنائي ركز ها هي قيمة الآ التي كانت هنا سوف نجلبها إلى هذا المكان وعندنا بينهم ماذا زائد ماذا زائد B ال B ها هو أبنائي لاحظوا ها هو قد مكان هنا سوف نضعه هنا ناقص ركز ناقص ماذا ناقص الس سوف نقوم بجلب عبارة الس من هنا تابعوا أبنائي ها هي عبارة الس من هنا لاحظوا ها هي أمامكم إلا أنه لا ننسى أن هنا يوجد الأقواس هنا كذلك لما نضع الأقواس بين الأول بل أن الزائد يعني لا يحدث لنا إشكال ماذا نجد أبنائي هنا في حالة الجذور ما علينا إلا جمع التي لها الجذور مع بعض أولا قبل الجمع علينا إدخال الناقص هنا ركزوا لو ندخل الناقص في هذا المكان مثلما نزعت هنا الجذور تصبح هنا ناقص تصبح زائد وهنا ناقص لأنه كان عندنا في الأصل لاحظوا أعيد كان في الأصل هنا عندنا ناقص هنا في الخارج والناقص هذا مع الناقص مع الناقص سبح زائد وهنا يبدأ لنا نقص ماذا ينتج هنا نفكر أبناء ما هي التي لها نفس العوامل لو نلاحظ جيدا ها هو واحد وها هو اثنان وها هو الثلاثة كيف نفكر أبناء نستخرج الجذر اثنان كعم مشترك ونلاحظ ماذا يبقى لدينا لو ننزعه من هنا يبقى لنا الثلاثة ولو ننزعه من هنا يبقى لنا زائد لاحظ زائد سبعة ولو ننزعه من هنا يبقى لنا زائد أربعة هذا فيما يخص جذر اثنان زائد نأتي الآن إلى ماذا إلى الجذر خمسة الجذر خمسة نفتح قوس ماذا ينتج لو ننزعه من هنا يبقى لنا ناقص اثنان لو ننزعه من هنا يبقى لنا ناقص واحد ولو ننزعه من هنا يبقى لنا ناقص ثلاثة كيف ننزحه؟ معناها استخرجناها كعمل مشترك ماذا ينتج أبنائي في هذه الحالة؟ يصبح S يساوي هذه عشرة أربعة عشرة جذر إثنان ثم عندنا ماذا؟ ثم عندنا هذا مع هذا ناقص خمسة والناقص واحد ناقص ستة في جذر خمسة ها هي قيمة الآس ولا يمكن أن نجمع بين الجذر إثنان والجذر خمسة بهذه البساطة المطلقة قد تعلمنا كيفية حساب الجذور وفي الأخير أتمنى قد أعجبكم الشرح وزوروا صفحتنا لي وصفحة فيسبوك للأستاذ نوردي